في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 308 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 20 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، سلاح، مخدرات وضبط معهم 169 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 66 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 371 قطع السلاح ناري أبرزها 53 بندقية و43 بندقية ألية و11 مسدسا و264 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و45 خزينة إضافة ل996 قطعة سلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 349 ألفا و612 حكما قضائيا من بينهم 1086 حكم جنايا و134 ألفا و193 حكم حبس و166 ألفا و92 حكم غرامة وثمانية وأربعون ألفا ومائتان وواحد وأربعون مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط خمسة تشكيلات عصابية ضموا 16 متهمة قاموا بارتكاب 12 حادث سرق متنوع وتم كشف غموض 68 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرق بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 124 متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2257 قضية إدغار في المواد المخدرة بإجمالية 2450 متهمة من بينها أكثر من 1134 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 2600 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقارب من 105.5 كيلو جرام وضبط قرابة 283 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى حوالي 46.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 30.345 قرص مؤثر و16.461 قرص ترامدول مخدر وعدد 426 قرص كيبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 377 مليون جنيها كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 13 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان كما تم ضبط ثلاث قضايا غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 78 مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة جني mày صغطج جني όا قيمة المخدرة مخدرة جنيه